الله الله كوكبة من أسر شهداء الشرطة في طريقها إلى الأراضي المقدسة وسط مشاعر إيمانية صادقة تمتزج بالفرحة للفوز بأسمى هدية وهي حق البيت الحرام في إطار منظومة الرعاية المتكاملة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الأسر تقديراً لتضحيات أبنائهم من أجل أمن الوطن واستقراره وكان في وداعهم بمطار القاهرة الدولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات بشكر الرئيس السيسي أولاً على كل حاجة بيعملها للشهداء كل حاجة يعني أنا مسؤولة وفاة زوجي وهو أنا مش شايفة من النهور كل خير قصماً بالله العليل العظيم أنا بشكره يعني في كل لحظة وكل سنة بشكر السيد الرئيس الجمهوري على اهتمامه بنا وكل سنة حضرتكم طيبين فرحانين آخر فرح الحمد لله مفضل ربنا إن ربنا كرمنا وحنحج العمد إن شاء الله بأمرك يا رب وزارة الداخلية كلهم بأكملهم ما أصرواش معنا في أي حاجة ودايماً بيحاولوا يسعدون بأي قدر ممكن بيقدروا عليه مع وصول أسر الشهداء إلى مطار المدينة المنورة تصابق ضباط بعثة حق القرعة لإنهاء إجراءاتهم بالتنسك مع وزارة الحق والعمر السعودية وتوفير الراحة لهم وسط ترحيب كبير بهم حيث كان في استقبالهم رئيس بعثة الحق المصرية فالكل يعبر عن تقديره لهذه الأسر التي قدمت أبناءها في داء للوطن وتحملت ليحيا في عزة وكرامة حفاوة الاستقبال بفندق إقامة أسر الشهداء عند الوصول إليها كانت كبيرة حيث تم تنظيم احتفالية لهم بالورود تعكس تصابق الجميع على خدمتهم والتقدير الكبير الذي تحظى به هذه الأسر داخل وخارج الوطن فقد وفرت وزارة الداخلية ضباطا لخدمتهم طوال فترة الرحلة المباركة وتوفير الراحة لهم لآداء المناسك في كل مراحلها أيها المصري أهلا لك في القلب مكان فعلا كان استقبال جميل جدا جدا وكان فيه ترحاب منهم استقبالهم معنا أسرة متكاملة مع بعضا لبعض نحن فعلا جامعين بجميع الخدمات لأسر الشهداء بالنسبة استقبالهم اسكانهم من الفنادق جميع مراعاتهم من وإلى حتى مغادرتهم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة استقبال عظيم جدا بالوردة يعني السبحة والشوكولاتة كل حاجة جميل الشهيد قرمني بعمرة وحج وقرمني أن كل الشباب يحبوني وأكل ابني متوفق كله حوالي أنا فرحانة بي ولدي أني خدم مصر جبنا حجة وحجة قعد مشكلة للحجات كمان أي واحد استمنى هذا أنه ولد يقع شهيد فرحانين والله والله فرحانين والله العزو فرحانين فرحانين بالحج فرحانين بيكم فرحانين نحن تعرفنا بيكم هذه الأسر تؤكد أن أبناءهم مبعث فخر دائم لهم وهذا التكريم بزيارة البيت الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم حيث وجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم طبعا الرئيس السيسي هو المتم جدا بأسر الشهداء وعملوا تكريم قبل كده وقابلته في عيد الشرطة اللي فات سيد الرئيس عمره ما بينسى أسر الشهداء ولا بينسى التضحية اللي هم عاموا بيها ولا بينقص من قدر أهالي الشهداء خاصة للأم أو الأب وحسس بواجعهم وحسس أديهم يعني فقدوا جزء كبير أو من حياتهم أنا بشكر سيد الرئيس وكل القائمين على إدارة الشهداء والشرطة على الاهتمام المبالغ يعني صراحة بالنسبة للأسر الشهداء والأبناءهم والحمد لله خدنا حاجة نوزادة شوية وتشكره ويشكر رسالة الرئيس على الحجة الحلوة للهداء على شخص الشهيد برضو هنيئا لأسر الشهداء بتضحيات أبنائهم وهذا التكريم بحج البيت الحرام فلولا التضحيات ما كان الاستقرار الذي ينعم به الوطن وبداية نهضته نحو الجمهورية الجديدة أيها المصري آلا لك في القلب مكان